بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا Chapter 2 Engineering Materials ولازلنا بنتحدث عن Mechanical Properties أو الخواص الميكانيكية والخاصية اللي معانا اللي هي When a part is subjected to a constant stress لما في جزء عندي زي ذا كده مثلا بيتعرض إلى إجهاد ثابت At a high temperature عند درجة حرارة مرتفعة For a long period of time لفترة زمنية طويلة It will undergo a slow and permanent deformation هيظهر فيه طبعا الpermanent deformation أو تشوه دائم Called creep هو دا اللي أنا بسميه الكريب This property is considered in designing internal combustion engines خاصية دي طبعا بخدها في الاعتبار أثناء عملية تصميم المحركات الاحتراق الداخلي والبويلرز الغليات والتوربينز أو التوربينات لأنه طبعا بتتعرض إلى بيبقى فيها درجات حرارة عالية وسترسز فبالتالي بينطبخ عليها هذه الخاصية خاصية اللي بعد كده بنسميها الفتيج أو الكلل أو التعب وينما تريد الـ subject to repeated stresses لما بيكون فيها عندي مادة بتتعرض إلى repeated stress أو إجهادات متكررة خاصة كمان لو كانت متغيرة بيحصل لها الانهيار طبعا لو قلنا أن ده sigma yield بيحصل لها الانهيار عند نقطة أقل من الييلد وبنقول عليها sigma endurance اللي هو حد التحمل بتاع الكلل such a type of failure of material is known as fatigue ده اللي احنا بنسميه الفتيج أو الكلل أو التعب ده طبعا بنلاحظه لما يكون مثلا فيه شخص في حالة إعياء تام رغم أنه ممكن تحمل stress لو طلبت مثلا من شخص أنه هو يفرد ويثني الزراع بتاعه كم مرة هيقدر ينفذ الكلام ده بالطبع هينفذه إلى عدة مرات ثم يصاب بالتعب أو الكلل اللي احنا بنسميه الفتيج خاصية اللي بعد كده اسمها hardness أو الصلاة الصلاة ايه الصلاة؟ resistance to wear scratching or deformation and penetration by other objects يبقى الhardness هي الصلاة وهي خاصية تمكن المادة من مقاومة التآكل والخدش والتشوه والتغلغل بفعل مواد أخرى it's also means the ability of a material to cut another metal طبعا المعدن اللي بيبقى ليه صلاة عالية ممكن يقطع معدن ليه صلاة منخفضة والhardness دي بنستخدمها في تطبيقات عدة أهمها طبعا الأجزاء اللي بيحصل احتكاك ما بين السلندر والبستون الخاص بمحركات الاحتراق الداخلي عشان طبعا نتفادى الwear أو التآكل بكده نكون أنهينا شابتر 2 المتعلق بالإنجينيرينج الماتيريالز ونلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله